منظير الموجات الصوتية منظير الموجات الصوتية أنا شخصيا أول مرة أسمع عنها ويسعيدني النهاردة أن أنا أتعلم أو أشوف أو أعرف حاجة جديدة فريد تنتبهوا النهاردة للحلقة حلقتنا النهاردة لمدة ساعة وبفكركم برقم التليفون تاني 1480 من أي محمول ومن أي تليفون أرضي 099380 ويسعيدني يكون النهاردة في ديفتنا أستاذ دكتور محمد نجيب وأستاذ الجهاز الهضمي والمناظير كلية طب جمعة القهير أهلا بحضرتك وأهلا بحضرتك وأهلا بسادة المشاهدين ومن ورنا دكتور ده نور حضرتك يا فان الحقيقة أنا حتى قبل الهواء كنت أقولك أنا أول مرة أسمع عن منظار الموجات عش كده أنا سعيد جدا أن حك صنفتي الحلقة دي هي حلقة هتبع حلقة مهمة لأنه هو مش الحاجة اللي هنتكلم عليها النهاردة يعني أغلب الناس اللي اتكلمت على مناظير الجهاز الهضمي قبل كده اتكلموا مثلا على المنظار المعدة اللي هو مثلا بيورينا المريء والمعدة والإثنى عشر ودول المريء وقرحة المعدة ده اتكلموا عليه كتير أيضا اتكلموا على منظار القولون اللي هو بيخش طبعا من طريق الفتحة يعني الطبيعية ويشوف القولون ويشوف بقى إذا كان فيه تقرحات أو التهابات أو جيوب أو لقدر الله زوائد أو أورام كل ده برضو معروف برضو أكيد سمعين على التعبير بتاع منظار القنوات المرارية يقول لك فلان ده جاله انسداد في القنوات المرارية مثلا نتيجة أن حصوة نسدد في القنوات المرارية وسدتها في عمل منظار مجازا العامة يقولوا عليه تسليك للقنوات المرارية ولكن هو واقعيا أنه هو أنت فيه حاجة سدة القنوات المرارية فبتشيل الحاجة دي عن طريق منظار القنوات المرارية النهاردة نتكلم على حاجة مش التلاتة دي خلص نتكلم على حاجة اسمها منظار الموجات الصوتية منظار الموجات الصوتية ده تقنية هي مش جديدة أوي ولكن ربما الوعي بيها قليل وربما أنها تكون دخلت مصر من فترة قريبة وربما أن عدد الناس اللي يعني بيتقنوا العمل بيها في مصر مش عدد يعني كبير وده من هنا ده التغيير طيب وإيه السر يعني إيه السر في الموضوع يعني ليه اختفاء حاجة من دي أو ليه مش معمول لها مش عايزة أقول دعاية لأنه برضو أنا مش مش بيعمل دعاية دلوقتي عن هذا المنظر اللي ليها لازمة ليه لازمة واللي ليه لازمة بالضبط أنت عليك أنك أنت تفهم يعني إيه منظر الموجات الصوتية وبيستخدم في إيه بحيث أن إنت لو تقدر وإنت عندما تترح هذا الحل تبقى عارف هو عن أيه مش هو مش عمل على بطائع صحيح صحيح طبعا لازم الأول نعرف إيه هو منظر الموجات الصوتية عشان يبقى الناس فاهم القصة الناس فاهم يعني مه منظر وفاهم يعني موجات صوتية طيب خلاص لو فاهمين ده وفاهمين ده هو منظر الموجات الصوتية هو منظر عادي خالص شبيه جدا بمناظر الجهاز الهضمي العادية ولكنها يعني أدخن سنة أشبه ما يكون بمنظر القنوات المرارية ولكن الطرف بتاع المنظر مسبت فيه بروب بتاع موجات صوتية وموجات صوتية كمان من بتدي رزوليوشن وبتدي إضاح ويعني هاي ديفينيشن بقدرة عالية جدا بحيث أن هي قادرة أن هي تعمل عملية اختراق للأنسجة اللي داير ما يدور أو حوالين نهاية طرف المنظر بحيث أن أنا بدل ما أنا بالمنظر قادر أن أنا فقط أشوف الجدران يعني أشوف الحيطان أشوف فقط الجهاز الهضمي من الداخل يعني الغشاء المخاطي المبطن فقط للجهاز الهضمي اللي هو المريء المعدة الاثنى عشر أو من تحت اللي هو المستقيم والشرق والقولون أو حتى كمان فيه منظر برضو حديث اسمه منظر الأمعاء الدقيقة ولكن برضو يظل منظر عادي ولكن له قدرة اختراقية أطول سنة ويبقى عن طريق بلونتين كده يقدر يعني يسبت نفسه كده زي المرسى بتاع المركب منظر الموجات الصوتية نهايته نتيجة أن وجود فيه جهاز موجات صوتية بقدر أن أنا أعمل سويتش ما بين صورة المنظر إلى صورة الموجات الصوتية فايدتها إيه؟ فايدتها أنا عايزة أفهم يعني إيه موجات صوتية؟ موجات صوتية اللي هي سونار زي حضرتك السونار بتعنسها يعني كاميرا يعني موجات صوتية بتخبط في الأنسجة وعلى حسب اختراقها للأنسجة دي وارتدادها بتقدر تدي إما حاجات لونها فاتح إما حاجات لونها غامق وتبقى اللي هي الموجات الصوتية زي صورة الموجات الصوتية زي حضرتك مثلا أغلب السيدات عارفين السونار من شكل مثلا متابعة الحمل لما يشوفوا صورة الجنين لما يشوفوا صورة السائل المحيط اللي هو الأمنيوسي المحيط بالجنين أو لدكاترة الجهاز الهضمي والبطنيين عارفين طبعا صورة الكبد الحصوات في المرارة الكليتين يعني نقدر اللي هو زي صنار داخلي صنار داخلي حلو جدا التعبير ده هو صنار ولكن من داخل الجسم من داخل قناة الجهاز الهضمي في عندها القضاء أنا لما هبص من برا مش هقدر أشوف إيه اللي موجود مثلا في جدار الاثنى عشر صعب جدا خصوصا أن أنا عندي غازات وهواء بتخلي الصورة بتاعت الالترا ساوند بايزة بينما أنا لما أخش جوه هذه القناة اللي هي في هذه الحالة الاثنى عشر أنا قادر أن ما فيش حاجة بيني وبين الأمراض والمشاكل اللي موجودة فإذا كان هناك مثلا أورام صغيرة جدا جدا ممكن ما تتشافش في الأشعة المقطعية أشوفها في منظر الموجات الصوتية الغدة مثلا بتاعت البنكرياس ما فيش بيني وبينها حاجز لأن هي حوالين الدائر ما يدور الغدة بتاعت البنكرياس الاثنى عشر معادي فأنا أقدر أبقى بالمنظر بيني وبين البنكرياس فقط مليمترات صغيرة جدا لو عندي مثلا كيس في البنكرياس عندي غدة لنفوية لو عندي مثلا بقرة في مكان معين لو أنا عندي حاجة ما هيش متشافة لا في الأشعة المقطعية ولا في الأشعة الرانين الموناطيسية على القناة المرارية لو عملت منظر موجات صوتية هبقى أنا قريب جدا جدا منها وقريب جدا وبيتميز كمان بميزة جديدة المناظر الحديثة منها أنه كمان عندي قدرة أن أخذ عينات وعمل تداخلية يعني يعمل حاجة تداخلية أسأل سؤال المنظر الموجات الصوتية يغنيني عن المنظر العادي؟ تمام هو بص يا حضرتك التخصص أمراض الجهاز الهضمي وكل مناظر الجهاز الهضمي ليس الغرض منها أن حاجة تلغي حاجة لا أنا مش رأي ولكن الغرض منها أن حاجة تكمل نقص عند حاجة يعني إيه لو في حاجة عايزة أشوفها أخوش أعمل منظرين أقول لحضرتك مثال أنا أفرض دلوقتي عندي انسدات في القناة المرارية وعمل رفع المادة الصفر وعملت أشعة تلفزيونية العادية اللي هي من خارج البط لقيت أن أنا عندي سكة مسدودة فحصل تمدد في القنوات المرارية نتيجة أنه مش بتصرف كويس خلاص؟ إذن أنا عندي دلوقتي مشكلة ميكانيكية يعني إيه مشكلة ميكانيكية؟ يعني عندي سكة كانت ماشية والسكة دي إيه؟ اتعطعت اتعطعت اتعطلت طيب أنا دلوقتي غرضي حكتي أعرف إيه الحاجة اللي عملة السدة دي ونمر اتنين أن أنا أحل المشكلة دي صح ولا غلط؟ ده بالمنطق بعيدا عن الطب خالص إذا أنا عملت منظار قنوات مرارية منظار القنوات المرارية ده منظار بخش بيه وبيشوف رؤية جانبية لقيت لما أشوف فتحة القنوات المرارية في الاثنى عشر وبعدين بدخل يعني محقا أحقن سبغة فإذا مش هشوف غير فقط داخل القنوات المرارية ما هو خارج القنوات المرارية مش هشوفه لأنا مش هيجيله سبغة فإذا إذا أنا لقيت مثلا ديق أو لقيت حصوة سهل أن أنا أخش أوسع الضيق أو أن أنا أشيل الحصوة متفقين؟ متفقين إنما إحنا ما عرفناش إذا فيه حاجة ضغطة من برا أو حاجة هي اللي تسببت في هذا الضيق ربما ربما يكون عندي مرض في غدة البنكرياس اللي هو محيطة بالقنوات المرارية لو ما لقيتش بقى حصوة وحتى لو لقيت حصوة ممكن يبقى ده كمان؟ ممكن ده معدى نتيجة أن الدين اللي حاصل ده خلى أن تصريف السائل المراري يتوقف فلما تبقى المياه لما تركض سهل أو أن يحصل فتا كالتولاد فسهل جدا أن يتكون حصوة على ضيق نتيجة مثلا ورم مثلا ولعزو بالله في البنكرياس فلازم ما ينفعش أن الواحد يبقى عنده زي ما بقوله عليه إيه رؤية تيليسكوبية يعني شايف قدام عينه بس ومش شايف تحت رجليه أو مش شايف حوالين المجال بتاع الرؤية بتاعته طيب إذا أنا لقيت عندي ضيق في الخنم المراري أهما لدكاترة قبل كده كانوا بيعملوا إيه مكناش نعرف لا مش مكناش نعرف ده زمان الدكاترة كانت إيديهم تتلف في حريب يكشف على عينه يحط إيده كده على بطنه يقول له الشكوى بتاعته أنا بيحصل لي كذا يا ابني أنت عندك كذا وكذا وكذا وروح أعمل كذا وكذا وكذا وبيطلع صح أنتوا بتدخلونا في دايلاما مش هنخرج منها أبدا كان بيطلع صح بس لازم حديك بردو نبقى عندنا يقين هو ليه دكتور مش ليه الدكتور دقاتي بقى كل روح أعمل تحليل ويشوفنا الأرقام بتاع التحليل تحصل عوضة اعمل منظر طب ما كل واحد بقى يطلع يقول الكلمتين انتوا مش حصل يبقى دكتور يعني طبعا هو بالنسبة أساتذتنا طبعا السابقين كانوا بيتميزوا بما يسمى بالحس الإكلينيكي العالي جدا بزبط احنا ما بنقولش أن الأجهزة الجديدة بتلغي الحس الإكلينيكي ولكن هناك حاجتين الحاجة الأولانية أن كانت مشاكل كتيرة جدا جدا كانت بتقابل أساتذتنا دي وما كانوش بيبقوا عارفين مشكلتهم إيه يعني ما كانوش عارفين الحل وما كانوش بيحلوها وكانوا بيسلموا أمورهم كده ما كانوش الحالات دي بتتعالج تلوقتي الحالات دي بقت بتتعالج ده نمرة واحدة نمرة اكتشافها عن طريق المنازل نمرة اتنين لحضرتك وأنا عارفين كويس جدا جدا أن معدلات الإصابة والعزو بالله بالأورام ومعدلات الإصابة حت عموما بالأمراض بقت معدلات أعلى وأن نوعية الأمراض اللي إحنا بقينا بنشوفها حاليا وكنا بنطلق عليها أن هي أمراض نادرة أصبحت دلوقتي مش نادرة حضرت متفقة حكت متفقة معايا في التسليم يعني إحنا أسدتنا لما كانوا يشوفوا حالة أورام كانت كل حين ومين دلوقتي حضرتك أنت لا يمكن لا يمكن أي طبيب في ممارسته العادية اليومية ما يعديش عليه حالة أورام والعزو بالله يعني إحنا الغرض من هذه التكنولوجيا الحديثة هو أن إحنا نكتشف هذه الأمراض في مرحلة مبكرة للغاية ما الأمر الذي يمكننا من إحنا نقدر نتدخل علاجيا ويعني نعمل وقد للمشكلة وهي لسه في بدايتها بدل ما الأمور تتفاقم ونسمع بقى عن أورام ثانوية أو الأورام التي لا يمكن التدخل الجراحي معها حضرتك الفاصل ما بين قدرتنا أن إحنا نحل الموضوع بطريقة علاجية ناجحة ونقول أن الرجل ده تم شفاءه وما بين أن يقول لك لا أنا ما فيش حاجة أقدر أعملها أحاول أريحه بس كده بقدر الإمكان اللي هي بتسمى palliative أو علاج تريحي بس حتى يموت في سلام أيوة الفاصل بينهم حضرتك الفاصل بينهم هي سرعة التدخل بالحاجات التكنولوجية الحديثة عموما أنا ببقى أوقات ضد الكلام بس ببقى معها كمان لأن أنا ليه أدماغ وبقتنع لأنه فعلا أكيد زمان كان فيه حالات بتموت من بره بره كده ومحدش يبعارف هي ماتت من إيه صحيح يقول لك جدتي إصفرت وخست وماتت معروف أنه كان بيتكلم عن أن جدته دي جالة سرطان في البنكرياس طب هل إحنا دلوقتي فيه تدخل جراحي أن أنا بنشيل البنكرياس طب مش أنا لو لقيت الورم ده وهو لسه حجمه صغير صنط واحدة أقدر أن أنا لما أشيله بجراحة أبقى أشيلت الورم كله ما سبتش منه أي أثر طب لما أنا أسيب الورم ده وحجمه يكبر ويبتري خلاص يخترق الأنسجة المحيطة بالبنكرياس ويتمدد ويتشعب ويعمل أورام ثانوية وغدد في المفاوية هل هينفع تدخل جراحي؟ مش هينفع تدخل جراح إذن الفكرة اللي إحنا بتاعت الحلقة بتاعت النهاردة إن إحنا بنقول إن في بعض الحالات اللي إحنا بنشوفها في مرحلة متأخرة من الأمراض ربما كان في وقت سابق إذا استخدمنا التقنية المناسبة وراحت للطبيب المناسب في الوقت المناسب في الوقت المناسب ربما إن إحنا نقدر فإذن دورنا ودورنا كإعلام ودور حضرتك ودوري أنا كأستاذ في القصر العيني وتخصص في المناظير وجهز الهضمي والكبد إن حضرتك إن إحنا نزيد الوعي بتاعشقين وعي بتاع الناس نفسها لما يتسمعوا دلوقتي كلمة منظر موجات صوتية بالنسبة لهم وقع الكلمة على أذنهم مش غريب نمر اتنين برضو بالنسبة للأطباء بالذات اللي هو ممكن من تخصصات مش مباشرة قوي في التعامل مع أمراض الجهاز الهضمي ولكن بيعدي عليهم حالات زي مثلا ده كاترة الأمراض البطنة أو كده إن يا جماعة أخذوا بالكوا إن منظر موجات صوتية دلوقتي بقى موجود وبقى موجود في العديد من المراكز وأصبح عدد الأساتزة اللي بيقدروا يشتغلوا التقنية دي أعلى وأصبح دلوقتي بنقدر ناخد عينات ونقدر نعمل عملية مثلا تصريف حتى للقنوات المرارية أو تصريف مثلا لكيس مثلا في البنكرياس أو ناخد عينة من الغدد اللينفاوية وأأمن وأسرع وأسهل بكتير مثلا من العينة اللي باخدها من عن طريق الأشعة المقطعية ليه؟ لأن الأشعة المقطعية مضطرة أن أنا أخترق الجسم من الخارج بما فيه بقى كل الأنسجة بينما أنا بمنظار الموجات الصوتية أنا بيني وبين المشكلة اللي أنا عايزة أخد منها عينة مليمترات صغيرة جدا طيب عايزة أستاذ حاجة بتقول أنه هو أكبر شوية من المنظار العادي أعرض سينا هو تقريبا العرض بتاع ونفس العرض بتاع منظار القنوات المرارية تقريبا نفس العرض بتاع ما عرفش لا يعني إيه؟ يعني إذا قلنا أن القطر بتاع هو كده ولا كده المريض بيبقى بني واخد بنك واخد بنك ليه؟ هتعذب وهتقلم الله هم ما كيفوش بيبقوا بنك ليساعد لأن حتى بما أن فيه تطور في المناظر أصبح فيه تطور حتى في المواد المخدرة اللي بتستخدم البنك اللي بيستخدم في المناظر ففيه مواد حديثة دلوقتي بتستخدم بس بقالها سنين يعني طبعا مش قليلة خالص هذه المواد آمنة جدا ما بتقضيش الكبد ما بتقضيش الكلة وآثرها بيزول من الجسم في خلال دقائق صغيرة جدا وتعمل عليها أبحاث كتيرة جدا جدا عشان تؤكد أمان استخدامها في تخصص مناظر الجهاز يعني أنتوا كنتوش من عشر سنين بس غوين تعذيب لا هو كان بس لا هو كان يعني علم ما كانش موجود بنك حقنة بنك نوع المادة المستخدمة نوع المادة المستخدمة عشان تبقى آمنة آمنة بالضبط يعني كان فيه بنك طبعا كان موجود زمان وطبع من منظر القنوات المرارية موجود من أكثر من عشر سنين بقالوا وفوق العشرين أو تلاتين سنة وكان بيستخدم فيه بنك وكان بيستخدم فيه اللي هو بنك كلي دلوقتي بقائنا بنستخدم بنك كلي ولكن آمن مفعول وبسيط جدا فأقدر أدي في الحالات مثلا اللي عندها قصور في القلب اللي عندها قصور في الكلا اللي عندهم قصور في وظيف الكبد اللي سنه كبير كان زمان الحالات ما يقزيش بقى كل زمان كان الدكتور البينج يعمل إيه يرفض كل الحالات دي يقولك مش أعملها لأن طبعا لأن المواد المخدرة اللي كانت بتستخدم كانت غير آمنة على هذه الحالات كل حاجة بتتطور وكل حاجة بنبحث إحنا حضرتك من سنتين كان اللي يقول أن أنا هقضي على فيروس كابي دي سي كان بيقولوا يا ده والله ده حلم جميل جدا دلوقتي إحنا بنتكلم على إمكانية ده مع الأدوية المضادة للفيروسات الحديثة إذن هذا كان علم إنه الشغال عليه سنين جديرة جدا جدا ولكن حتى إحنا كأسات ذات أمراض يعني كابد وجهاز هضمي كان لغاية سنوات قريبة جدا جدا ما كانتش هذه المواد أصبحت متاحة دلوقتي حضرتك رجل الشارع العادي عارف السوفالدي وعارف الأوليزي وعارف 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 لسه ما عرفش أنا عندي لازم أستنى وشوف بعد سنة هيرد تاني ولا لا صحيح على فكرة هو في الأبحاث اللي حقيق بتذكورية دي تمت فعلا إذن إحنا يعني عدد سنة على حد حضرتك الكلام على هذه المواد بقاله أكتر من خمس أو ست سنين نقرأ عنها أبحاث وكانوا بيجربوها في متطوعين وفي ناس من اللي عندهم فيروس من الدرجة من اللي هو النوع الأول هو مش اللي عندنا نحن عندنا النوع الرابع وما إلى ذلك ولكن إحنا بنخرج برا الموضوع بتاعنا عشان بس ندي مثال أن العلم بيتقدم وأن كل يوم يعني فيه الجديد وفيه الحديث سواء في مجال أدوية فبقينا بنعالج فيروسات كانت مستعصية في مجال التخدير فأصبحنا دلوقتي نقدر نبنج أي حد طالما أن أستاذ البنج يعني عنده العلم والمعرفة أيضا في مجال التكنولوجيا اللي بنستخدمها في الشغل بتاعنا إحنا كمناظير من خلال أن في مناظير مستحدثة أصبح لها قدرات خاصة أصبح بنقدر نصل إلى أماكن اللي ما كناش نوصلها قبل كده أصبح قادرين على أن إحنا نشخص أورام في حجم صغير جدا ناخد منها عينات أنسجة ونديها للدكتور بتاع الباثولوجي أو حتى كمان نعمل اللي هو تحليل باثولوجي أثناء المنظار يعني إحنا كان لسه عندنا ورشة مناظير لسه خلصانا لأسبوع اللي فات كان عندنا أستاذ باثولوجي أستاذ بتاع علم أنسجة واقف حاضر معانا المنظار وأبتري أننا من خلال المنظار كمان فيه تقنية اسمها تقنية الإليستوغرفي يعني حاجة بتقيس صلابة الأنسجة صوفت وير يعني بتحط على الجهاز بقى أقدر أن أنا أحدد الجزء اللي هو صلب يعني ناشف أكتر كلما كان الأنسجة ناشفة أكتر كلما كانت فرصة أنها تبقى حاجة أورام كلما كانت تبقى أعلى كلما كانت الأنسجة طرية وقابلة للانضغاط كلما معناها أنها حميدة صحيح فأقدر كمان عن طريق تقنية دي أنا أحدد إيه الجزء من الأنسجة اللي أنا عايز أخش فيه بالإبرة وخش وأخذ العينة بتاعتي وأفرد الشرايح كل ده لسه العين نايم والمنظر جواه بطلع وأصحب وأعمل الشرايح بتاعتي وأديها الدكتور الباثولوجي يا دكتور تفضل حضرتك بص عليها معا الميكروسكوب يبص يقول لك مثلا إيه لا العينة دي الأنسجة دي مش كفاية خذ لي عينة تانية العين لسه نايم والمنظر لسه جواه والإبرة لسه معايا أو مواخد حتة تانية وفرد هالو برضو على شاحة يقولي أيوة تمام صح أنا كده شايف مثلا دي التهاب مزمن في البنكرياس من الدرجة كذا كذا أو ده مثلا ورم وهو واقف وهو واقف وهو واقف فشوفي حضرتك نتيجة برضو هو تطورت عنده السبغات والتقنيات اللي بيقدر أنه هو يستخدمها وتحضير البرباريشن كنا زمان نسمع العينة لازم تقعد ثلاثة أيام في السبغة وفي البلوك وفي البرافين وفي الفريزر ويطلع من الفريزر ويقطع يعني دلوقتي أصبح كمان حتى علم الأنسجة فيه تقنيات لتحضير الحاجات أقدر تشوفي حضرتك العين داخل من الباب على رجله دخل أعمل المنزار اتشخص الورم حجمه قد إيه مكانه فين فيه غدد لنفاوية ولا لا أدي واحد نمرة اتنين اتخذت منه عينة بالأنسجة عشان أقدر أحوله على طول لعلاج مثلا اللي هو يعمل عملية جراحية أو إذا كان هياخد مثلا علاج كيماوي وكمان خط العينة دي حطيتها على شرايح ودكتور الباثوليجي دكتور علم الأنسجة وقف جنبي قال لي والله ده مثلا سرطان فيه مثلا الغدد مثلا كذا من الدرجة كذا نشاطه كذا العيان قعد جوا عندي نص ساعة ولا حاجة ولا تلت ساعة عمل المنزار واخد عينة الأنسجة والشخص هيطلع من عندي على فين على الجراح على طول يشيل الورم قبل ما يبتاع ويروح لدكتور علاج الأورام عشان ياخد العلاج الكيماوي المتناسب اللي مستجيب ليه الحالة دي ودلوقتي بقينا بنشوف حالات الحمد لله ربنا أكرمها وكان عندهم أورام سرطانية بنشوفهم دلوقتي بقي لهم بالأربع والخمس سنين الحمد لله ما فيش عودة لأورام بتاعتهم وعايشين حياتهم أنا بعتبر أن دول ناس انقذوا يعني دول ناس بسبب اكتشاف المبكر بسبب التطور اللي حصل بالضبط بسبب أن هم راحوا عند دكتور عارف الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي ده فبعت العيان في الوقت المناسب للفحص المناسب طب أسأل هاريك سؤال منظر الموجات الصوتية بينفع لإيه بالضبط أيوة ده حلو جدا السؤال إذن احنا بنستخدم منظر الموجات الصوتية في إيه وإيه وإيه تاني أوكي أول حاجة بنستخدمها مثلا ساعات وإحنا بنعمل منظر ساعات الدكتور يشوف مثلا حت يقول حتة أبا كده أو حبة حتة يعني إيه يقولك ده احتمال يقام حاجة دايسة من بره تمام يقام ده ورا في الجدار بتاع الجهاز الهضمي مثلا جدار المري أو جدار منظر عادي خالص منظر العادي التشخيص العادي واحدة بترجع واحدة بتنعب توجع أي حاجة فالدكتور هو بيعمل منظر روتيني خالص عادي خالص عشان يشوف إذا كان فيه قرحة أو الالتهاب أو أو فيبتدي أن يشوف حاجة كده كالكوعة كده طلع ولكنها متغطية بأنسجة سليمة كان زمان بنشخص الكلام ده نقولك ده عنده ورم لنفاوي زي الأورم اللنفاوية طبعا إحنا عرفنا دلوقتي أن الورم اللنفاوي ده يعني حاجة أو ورم الليفي قصدي ورم الليفي ده حاجة مثلا من ضمن عشرين أو خمسة أو عشرين احتمال مش بس أنه يبقى ورم ليفي لا فيه أورام كتيرة جدا حميدة أغلبها ولكنها بتبقى موجودة وبتطلع من طبقات مختلفة من الطبقات بتاعة الجدار بتاع الجهاز الهضمي يعني إما الغشاء المخاطئ على طول إما تحت الغشاء المخاطئ وفيه منها ليرز يعني زي الطبقات ممكن الطبقة دي يطلع منها وراء مثلا كيس دهني يطلع مثلا منها وراء مثلا دموي اللي هو يعني تمدد دموي أو أنه مثلا تبقى دي أوردة أو شرايين متمددة أو أن تكون دي دوالي ما تحت جدار ممكن حاجات اتولد بيها ممكن حاجات خلقية صحيحة اتولد بيها زي التكايوسات فيه تكايوسات أكياس خلقية أكياس عيوب خلقية فالحالات اللي زي دي سهلة جدا جدا عن تريه أن أنا منظار لو أنا أخدت عينة بالمنظار العادي هيبن لي هيبن لي كأن حضرتك أنا عمال باخد عينة من الجاكت ولكن أنا ما وصلتش للأميص ما وصلتش للتحت الجاكت فلو لو عادت أخد من الجاكت هيقول لي جاكت هيخد من الأنسجة الغشاء المخاطئ هيقول لي غشاء مخاطئ فيه شوية التهبات إنما هل أنا عرفت الكعبيرة دي عبارة عن إيه لا إذا لما هعمل منظار موجات صوتية هاجي عندها أقلب على الموجات الصوتية هشوف بقى الجدار هشوف هي طالعة من أني وجزء من الجدار وممكن كمان بإبرة أخد منها عينة عينة أتأكد إن هي حاجة حميدة ومثلا هي تعمل لها عملية لو حجمها أكتر مثلا من 3-4 سنتي أو تتساف حالة أو حتى كمان فيه استقصال لعزيل أورام عن طريق المنظار عن طريق إن أنا بقطع الغشاء المخاطئ ده يعني باللفز كده ربات البيوت هيعرفوا اللفز ده بأوّرها يعني بشيل الغشاء ده ووصل للورام ده وشيله من غير ما أنا أكلف العيان إنه يعمل عملية وفتح بطنه ومشارط ويقعد في رعام وركزة بيتشال بالمنظار أورام أورام حميدة زي دي بتتشال بالمنظار ولو خميثة ولكن لسه في مراحلها الأولى ولسه بتصيب فقط الطبقات السطحية من الجدار بتاع الجهاز الغشاء أقدر برضو إن أنا أقشرها وأوّرها وأحمي العيان من إن أنا أعمله جراحة خطيرة أو جراحة كبيرة ويبقى فيها بقى فتح بطن ومشارط والكلام اللي حضرتك يعرفها تمام أقدر إن أنا أعالجه عن طريق المنظار ليه؟ نتيجة أن أنا شخصته بمنظار الموجات الصوتات لا درر ولا درار من هذا المنظار منظار عادي يا فندم زي وزي أي حاجة لا أنا فهمة لا أنا ما حاجة تقول لي وإبرة وهتخش وتاخد حتة يعني حاجات صعبة ما هيش سهل على المستمع العادي من التكلم عليها دي الإبرة دي الرفع بتاعها عاملة زي إبرة العينات اللي بناخد بها دم من اللحن يعني الرأجل لما بيصحى أو ستة لما تسحى ولا كان في حاجة حصل لا كان في حاجة حصل وخدي بالحقيقة أنا بتأكد برضو عن طريق المنظر ده إن ما فيش أوعياء دموية بيني بين الإبرة وبين الحاجة اللي أنا عايزة أخد منها عيانة تبقى بتبقى شايفه بالكاميرا ببقى شايفه أه بشغل حاجة اسمها دوبلر اللي هي وريني الأوعياء الدموية أتأكد إن المسافة ما بين طرف الإبرة وما بين الورم ما فيش بينهم أوعياء دموية فأنا عندي عندي طمئنان إن أنا لما الإبرة دي هتعدي وتخش جوة الورم تاخد منه العينة أو الخزعة دي تمام مش هخترق أوعياء دموية فمش هعمل نزيف كمان إن أنا نتيجة إنه رفايا جدا عبقى برضو مطمئن إن أنا وانا خارج ما عنديش خلايا أو رام سرطانية تبتريني يحصل لها انتشار وده لساعات مشكلة العينات اللي بتتاخد من خارج الجلد إن وانا خارج بعض الخلايا بتاعت الأورام دي ممكن تبطن التراك أو الطريق اللي أنا باخده وأنا خارج ويبتريني اللي عزو بالله يحصل انتشار للورم السرطاني طب و بعد ايه ما هو عشان كده ساعتها منظر الموجات الصوتية أنا نازق في الورم ما فيش عندي تراك إنما العينات اللي من خارج الجلد أنا بيني وبين الورم عندي جدار البطن والعضالات والبريطون يعني عفوا بيني وبين الأوراق الورم اللي أنا عايز أخذ منه عينة بيني وبينه فيه أنسجة تانية كتيرة جدا بينما أنا جو الاثنى عشر والورم ده جنبي حقيقة ما فيش بيني وبينه غير فقط جدار الاثنى عشر فقط اللي هو بيبقى بيني وبين الورم مسافة اتنين تلاتة ملي عشان أصور لحضرتك باختصار شديد لو إحنا جبنا حد رفيع جدا 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 هنقول إن جدار البطن بتاعه غير لسه بقى بقية الحاجات اللي أنا بقول عليها لما نجيب واحدة ست يعني مليانة سنة ممكن جدار البطن ده الواحده يبقى ستة سبعة سنتي يبقى أنا معنا أنا عايز الإبرة تعدي ستة سبعة سنتي قبل ما أخش جوه التجويف البطن قبل ما أوصل للمشكلة اللي أنا عايز أخذ منها عينة فأنا استهلكت مسافة كبيرة جدا بينما أنا لو دخلت عن طريق الجهاز الهضمي العادي أنا لا فتحت بطن ولا فتحت جلد ولا مرش هل يعملوا عمليات أساسا بالمنزار مزبوط صحيح طبعا 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 إذن ده أول حاجة ده أول حاجة تمام تاني حاجة عندنا الناس اللي هم عندهم من صداد في القنوات المررية وعايز أعرف السبب إيه وأورام البنكرياس إذن ساعتها حعمل أيضا منظار موجات صوتية هتقدر توريني البنكرياس كل الأجزاء بتاعته هتقدر توريني الغدد الإنفوية هتقدر توريني قناة البنكرياس هتقدر توريني علاقة إذا هناك فيه أي ورم من أورام البنكرياس دي بالأوعية الدموية والأنسجة المحيطة بيها بمنتدقة لأن الخريباء لحضرتك الألتراساون بيقدر يئيس بالملي بينما أنت الأشعة المقطعية أنت عاملة زي اللي بيقطع يعني خياراية كانوا بيقطع خياراية لو فيه ما بين القطعة دي وما بين القطعة دي فيه حاجة صغيرة ممكن ما تتشافش طب ممكن أقاطح حضرتك وطلع فاصل ونكمل تمام عند حكاية الخيار الخياراية دي أرحم كتير من الحاجة أرحم كتير من الحاجة فاصل ونرجع على طول تاني نستكمل حلقاتنا اللي لازم تركزوا فيها عشان هقولوكوا ليه بعدين اللي بنى مصر في الأصل كان حلواني امسك السكينة كده لا أقل حاجة عالم مصري بيرفرف على ديك الروب سموها مقلوبة ليه بيت تقنف صدمة للفراخ عشان نحبس الدم جواها فيش راجل مصري مش بيحب لها هنا بقى الفيل في اللي سويد يلعب دور حلوة أم شامس السي تصل إيديك على سمك المعلي أعلمك النهار ده مضع أوه عوشك فتري مش هلتت بقى على طريقة ليه على أصولها فيها أحلى من كده أيوة أنت راجل بحب أن يكون بات اتلع الرز لما يستوي بنصح طبعا اللي احنا نحط القرفة علشان تدينا النشار مطبخ شيف ونص بالذات مش حرملكم من حاجة شيف ونص يوميا الثالثة عصرا على نايل لايف مكرم عبد القيوم يا بديحة مكرم يقدر يقرب لكم المعمورة آخر مرة شفتها إنت يا سلط في اليوم النحس من الخدمة تعبويا تسرق في تخلتكم في تحدى الزادي لك كل شوية عمالة تسيطكم ظهر أننا يفعلنا وخرجنا عن شرط أنا ما بيهت شرطي أو أطمع المكنش في المكان واحد أنا حياتي معا حد كده انتح وطوخكم منها زي خير الحقوق أخبار متابعة السوائي يا مرارك ويعارك يا عمد أصرف نظر عن حكاية سلطة دي خالص المعمورة يوميا السادسة مساء على نايل دراما ورجعنا لكم مرة تانية وبنفكركم برقم التليفون 1480 من أي محمول من أي تليفون 4099380 وبنرجع مع أستاذ دكتور محمد نجيب نرجع لل بنستخدم منظر الموجات الصوتية فيه إذن نمرة واحد قلنا إذن بنستخدمه في أورام جدار الجهاز الهضمي سواء بقى المريء سواء المعدة سواء الـ 12 وحتى كمان ممكن الشرج والمستقيم تمام الأورام اللي بتطلع من جدار الجهاز الهضمي سواء كانت حميدة أو سواء حاجة ضغطة على الجهاز الهضمي من الخارج يعني ممكن مثلا الأذين الأيسر يضغط على المريء فأفتكروا ورم ما يطلعشوا ورم ممكن مثلا الشريان الأورتي تمدد الشريان الأوريه يضغط على المريء الشريان الأورتي لشريان الأورتي ساعات في الكبار السنية تمدد فهو معادي وراء المريء يضغط مثلا على المريء أو يضغط على بتاعه فممكن الدكتور بيعمل منظر عادي يفتكر أنه ده ورم يطلع لا مش ورم يطلع ده الشريان الأورتي أو مثلا ممكن الفص الشمال بتاع الكبد أو ممكن توحال متضخم شوية فيضغط على جدار المعدة أو مثلا في ناس عندها حصوة في المرارة فالحويصلة المرارية متضخمة كبيرة فمتدلية كده فضغطة على جدار المعدة فتلاقي أن هي أخدت جدار المعدة كده وعملت فيه بروز زي ما أنا عملت بروز كده في الجاكت دكتور اللي بيعمل منظر عادي ما هواش عارف البروز ده ورم ولا مش ورم نعمل منظر موجات صوتية هنقدر أن احنا نشوف ده إيه بالظبط طب وهي أتيها عن الدكتور يعني مهيفان دي هو يعني هو لما الدكتور لأ ثانية واحدة عشان نفهم عشان نقدر نفهم يعني الواحد الدكتور اللي بيبقى عندهم منظر عادي بيخشوا بيلاقي ورم زي ده هيخرج وخلاص ويقول سلام عليكم ده ورم لا هياخد عينات هتطلع ما فيهاش حاجة لأنه هياخد عينات من أنسجة سليمة فهتطلع ما فيهاش حاجة وهي ممكن يكون فيها حاجة ممكن يبقى فيه ورم فيه جدار الجهاز الهضمي أو ممكن يكون دي حاجة ضغطة من الخارج عشان كده بنقول يا جماعة لما نشوف حاجة زي دي نحول العيان أو العينة عشان يعمل منظر الموجات الصوتية لا أكثر تأكيدا حيقدر يورينا بالظبط البروز ده سببه إيه وإذا كان هناك ورم أو حاجة زي كده نقدر أن احنا ناخد من خلاله عينات أنسجة يبقى ده الشق نمرة واحد طب ما الواحد يروح من أسيره بأول ما يحد يقوله منظره يروح على طول على الفوق صوته لا طبعا قدرات المنظر العادي أن أنا أولا أرفع أكثر ليونة اسمع بقى دي كمان مهم عشان دي برضو هو بيقول محاسن الآخر لا ده بيستهدى المجال الرؤية بتاعه أفضل زوايا الرؤية بتاعته أفضل دائما أبدا المنظر الموجات الصوتية بيشتغل على حاجة احنا شكين فيها أيها اللي نتأكد إنما ما ينفعش أنا كده من الباب للطول ده أنا هعمل منظر لأن منظر الموجات الصوتية محتاج صبر وبيستغرق وقت لأننا لازم أننا يبقى عندي حاجة أنا أشاكك فيها أو عايز أدور عليها عايز أشوفها عايز أشوف علاقتها بالأوعية الدموية وبالأنسجة المحيطة فلازم بتأكد لأن الكلمة بتاعتي دي هيتوقف عليها عملية ولا مش عملية لما أقول إن الورم ده حجمه كذا ومش مخترق الوريد البابي ومش مخترق الشريان الأورتي ومش مخترق الجدار بتاع الأنسجة المحيطة فروح إعمل عملية يجي يروح الجراح يفتح يعمل عملية يلاقي إن الورم يعني وياخد الحاجات دي أو لمسها أو مخترقها يبقى أنا كده طبعا إيه لبست العيان في عملية ملاش لازم يبقى لازم يكون في هناك دقة يبقى لازم أنا يكون عندي وسيلة تشخيصية مسبقة زي منظر عادي زي أشاعة مقطعية زي منظر قنوات مرارية زي 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 علشان بعديها يبقى المنظر الموجات الصوتية حاجة بتديني نوع من أنواع المعلومة الأكثر دقة أو المعلومة الأكثر شملية أولا قدر أخذ من خلالها عينات أنسجة أو أحل مشكلة يعني حلها أسهل بمنظر الموجات الصوتية هندي مثال لذلك إيه أمراض البنكرياس ومش هتكلم بقى خلاصة على الأوران هتكلم على حاجة حميدة جدا اللي هي الناس الممكن يجي لها التهاب في البنكرياس هذا الالتهاب بتاع البنكرياس ممكن خلاص يخف ويسيب لنا مكان هذا الخفافان يسيب لنا حاجة اسمها خراج في البنكرياس أو كيس في البنكرياس المعتاد في الأحوال العادية أنه هو بيتعمل عملية جراحية فتح بط ووفتح الخراج أو البتاع بتاع البنكرياس ده ما أنا هقول لحضرتك لها كده ولها كده ولها كده ولها كده هقول لحضرتك عيب منظر القنوات المرارية العادي أن أنا معتمد على إيه معتمد على أن الكيس ده عامل بروز واضح ظاهري جوه الجدار بتاع المعدة عشان هي دي الحتة اللي هعمل فيها ثقب ودخل من خلالها دعامة الدعامة دي تعمل تصريف يبقى اسمه تصريف داخلي تمام؟ وابقى فضيت الكيس الكيس يتفضى أشفاته ويتفضى بقايا بعد كده جوه المعدة خلاص بقى ينزل بقى مع مخرج الطبيعي بتاع الأكل والشرب والحاجات دي تمام عيبها إيه؟ طب إفرد الكيس ده مش كبير قوي للدرجة أنه عامل بروز واضح ورحت أنا أدخل عمياني خرمت هنا طب أنا ممكن مخرومش الكيس طب خرمت هنا طب أنا ممكن أخروم معاق دموي أنا ما عنديش القدرة أن أنا أشوف ما خارج الجدار طب لو أنا أبقى عندي منظر موجات صوتية هبقى أنا قادر أحدد أخش من هنا ولا أخش من هنا المركز بتاع الكيس ده فين؟ أبقى شايف القبرة وهي داخلة حط الدوبلر متأكد أن أنا مش مخترق أو عيدة موية عارف أن أنا جوه قلب الكيس ده كويس أن الكيس ده فضيته لغاية آخره أن أنا ركبت الدعامة اللي هي بعد كده هتعمل عملية إكمال لعملية تفريغي الكيس ده فأصبح دلوقتي حالياً بيتم عملية علاج الكيس البنكرياس عن طريق منظر الموجات الصوتية أصبح هو ده الروتين دلوقتي أنه نحن لازم نعالج بالطريقة دي ولكن طبعاً ما زال هناك بعض زميلنا وبالذات مثلاً في الأماكن اللي هي الأقاليم أو حاجات زي كده ممكن يبعثوا العيان ده يعمل جراحة عادية بينما هو ممكن أنه تتعمل عن طريق منظر الموجات الصوتية هتقف على العيان تكلفة مادية ربما أقل هيخرج في نفس اليوم ما فيش فتح بطن ما فيش درانق متركبة ما فيش إقامة في المستشفى أسبوع ولا أسبوعين ولا عشر تيام لا ده واحد بيخش يعمل المنظار يقعد فيه مثلاً تلات تربع ساعة أو ساعة يخرج منه إفاقة ملاحظة ساعتين تلاتة متطمينين عليه طيب يعمل حاجة الحمد لله على السلام حيكتروح البيت بقى ونبقى أنتبعت بقى بالأشعة المقطعية مثلاً بعد أسبوعين تلاتة فأصبح دي حاجة طبعاً بتفرق جداً 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 إذن ده الحاجة نمرة تلاتة الحاجة نمرة تلاتة قلنا اللي هي ديق القنوات المرارية إيه فكرة ديق القنوات المرارية؟ إن أنا لما بعمل منظار موجات صوتية بعرف اللي مديق للقنوات المرارية دي حاجة حميدة ولا حاجة خبيثة أنا آه بعمل منظار قنوات مرارية أركب دعامة أنا حليت المشكلة بس إنما ما عرفتش سببها إيه فما حلتهاش حل جازري للأسف الشديد ناس كتيرة جداً ومن ضمنها برضو أسازة الجهاز الهضمي والمناظير في بعض الأماكن اللي ما عندهمش هذه التقنية بيظنوا إنهم بمجرد إنهم ركبوا دعامة وعملوا عملية تصريف للانسداد بتاع القنوات المرارية إن كده دورهم خلص أحب أقول لهم لا ده كده دوركم ابتدى مش دوركم خلص لأن لو ده عازم أفتح أفتش بقى أشوف بالضبط لأن برضو هنرجع تاني المثال بتاع إن هو الفاصل ما بين واحد ممكن يشفى ويعالج تماماً جراحياً وما بين الحاجة التانية اللي هي الصفرة يعني اللي عزوا بله بقى إن هو خلاص مش قادرين بقى إن إحنا نعالجه أو إن هو أصبح غير قابل للقلاج ربما يكون أسابيع قليلة أو شهور قليلة جداً لو أنا ديت اطمئنان زائف إن أنا سلكت القناة المرارية أو يعني وعملت عملية إفراغ للقناة المرارية فالمادة الصفرة نزلت والترجيع هدي والواجع هدي والتحاليل بتاعتنا تحسنت العيان مش عارف العيان شايف نفسه بقى أحسن إنما أنت ما حلتش المشكلة أنت بس عملت لها المشكلة هتزهر المشكلة هترجع تاني الورم ده لما يكبر أكتر هيبتري يسد الدعامة اللي أنت ركبتها هيدوس عليها ويدغط وكان ساعتها ربما كان ممكن تعمله عملية لما هيتسد تاني المرة الجاية هيبقى غالماً مش هينفعله عملية فلازم تبقى عارف كويس جداً أنك مدام لقيت ضيق في القناة المرارية لازم تبعت العيان يعمل منظار موجات صوتية تمام؟ طيب هذه الحاجة التالية أو التالتة طيب الحاجة بقى الرابعة إن أنا عن طريق منظار الموجات الصوتية أقدر أن أنا أخذ عينات من الغدد اللينفاوية اللي محيطة بالقصبة الهوائية أو بالمريء من غير ما أنا أضطر أن أنا كان زمان بتتعمل العملية العينة دي عن طريق أنهما بيفتحوا القفص الصدري أو عن طريق أنهما بالأشعة المقتاية لو ما بين بتاعت ممكن وما يعرفوش يوصلون وكانوا كمان بيخافوا ليه؟ لأن بعض هذه الغدد اللينفاوية ممكن بتكون مجاورة مثلاً للشريان الرئوي أو للشريان الأورتي فلما هو يكون بعيد عنه قوي أكيد حضرتك لو أنا معايا عصايا رفيعة وطويلة وأنا عايز أمسك التمثال اللي قدام حضرتك ده أكيد معامل الدقة بتاعي في أن أنا أقدر أتحكم أن أنا أمسك بس ده وما وقعوش أو ما أمسكش النظارة تحت حضرتك اللي جنبها أو الموبايل اللي جنب منه أكيد معامل الدقة دي أقل لو أنا من بعيد طب إفرد بقى لأ أن أنا قريب جداً فأنا قادر ده أنا كمان لو حضرتك عايزاني أخد عينة من دراع التمثال ده حعر مش من دماغه هاخدها لأن الإبرار فيعة جداً وأنا ده أقدر أكبرها قدامي على الشاشة وشايف طرف الإبرة فأنا عارف أن أنا داخل فيه دي الغدة اللينفوية هي وبعيد عن الشريان اللي معدي جنبها أنا داخل بطرف الإبرة في الحتة دي وعارف حدودي مثلاً أن الغدة اللينفوية دي مثلاً قطرها صنتي فأنا عارف أن أنا حدودي أن أنا ما قدرش أخش بالإبرة جوة الغدة اللينفوية دي أكتر من صنتي اللي هي باختصار شديد هقولها بتعبير إنجليزي شوية يعني الأشياء تحت التحكم أنت شايفة وقدرة تحددي أنت رايحة فين وبعمق كام ملي متر هذه الدقة هي اللي بتقدر تديكي قدرة تشخيصية أعلى ومعامل أمان أكبر وبيستعرق وقت أقل وتكلفة مادية على العيان أقل زي ما نكون نسمع ده العيان راح وعمل عيانها بس العيانها تلاكت مش كفاية يوم يروح يهيد العيانة تاني لا مش كفاية طب يبقى نجيب عملية عن طريق الجراحة آه رايح جاي آه رايح جاي والعيان إيه لدرجة ممكن العيان في النص إذا يقولك طب خلاص أنا مش عايزة تعالك طب أنا مش عايزة أكمل طب أنا مش هعمل ده طب أنت ليه ما أنت ممكن كم من الأول خالص إذا أنت عملت أشاعة مقطعية ولقيت مثلا أنا عندي غدد لينفوية موجودة مثلا فيه تجويف القفص الصدري مجاورة لي وطبعا أحب أقول برضو أن ده أسازة الأمراض الصدرية عندهم برضو منزار موجات صوتية بيخش من خلال القصب الهوائية يعني لو أنا معايزش أجيبها بمنزار الموجات الصوتية اللي من خلال المريء يعني من خلال الجهاز الهضمي زميلنا أسازة الجهاز التنفسي عندهم برضو جهاز مشابه ولكن بقدرات أقل شوية من الجهاز بتاعنا قادر أنه يخش أيضا جوه تجويف القصب الهوائية وياخد عينة من حاجة أو رام أو غدد لينفوية محيطة بالقصب الهوائية برضو من غير ما يضطر أنه يعمل عملية أو فتح ده برضو ده منزار جديد ده لسه جديد موجود برضو عند كاترة الصدر هو نفس المنزار ولكن بيستخدمه أسدة الصدر نفس فكرة المنزار برضو نفس التوقيت التقريب يعني لو حضرتك بيساعد أيضا في تشخيص الأورام بتاعة الرئتين الأورام بتاعة القصبة الهوائية والقصبات الجهاز التنفسي وأيضا كمان بيقدر أنهم يخضوا منه عينات أنسجة وبرضو إذا كان هناك غدد لنفوية محيطة بالقصب الهوائية حضرتك برضو لو استضفت حد من أسازة الأمراض الصدرية اللي بيشتغلوا حضرتك ممكن يكون أقدر مني كمان على أنه يتكلم عليها تمام عايزة أسأل سؤال وحاك تكمل المناظير دي موجودة في كل المستشفيات يعني الخاصة بال يعني لو رحت تمام هقول لحضرتك هو المنظر ده يعني بيقابلنا بس حاجتين مشكلتين مشكلة الأولى أن التكلفة بتاعت المنظر ده مرتفعة للغاية يعني تمام شراء المنظر ده غالية جدا ليه؟ لأنه هو التكنولوجي اللي فيه كبيرة قوي ولأنه هو محتاج أنه يبقى معاه جهاز ألترا ساونت بهاي ديفينيشن يقدر يوريني دوبلر يقدر يوريني صلابة أنسجة يقدر يوريني يعني 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 السوفتوير والكمبيوتر والجهاز المعادة الواحده مكلف فمش بمقدور المراكز البسيطة شوية أو الأماكن اللي هي الضغط الشغلة عليها أولايل شوية أن هي الجيدة ولكن مثلا أماكن زي مثلا معهة يدور بالهار لا أنا مش هايزة أسامي لا الأماكن اللي هي الأماكن اللي هي كبيرة دي مش حاجة دعائية أنا لما أقول موجود في الجامعة موجود في مراكز كبيرة موجود في المعاهد المتخصصة يعني بتشتغل مناظير جهاز هضمي المعاهد المعاهد اللي هي معروفة أن هي معاهد كبيرة يعني 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 أظن أسميها معروفة يعني اللي يسأل يعني هيعرف تمام موجودة أيضا في بعض المراكز الخاصة ولكن في المجال المراكز الخاصة مش منتشر قوي لأن زي ما بقول لحضرتك هو حالي قوي آه فطبعا بنتطر نحن دائما بنعمله في الأماكن اللي هي بالطريقة زي كده بحيث أن هي بيبقى فيه شوية دعم طبعا من الأماكن دي يعني إحنا عندنا التكلفة بتاعتها مثلا في القصر اللي هي بتبقى تكلفة مثلا ممكن توصل واحد على عشرة من التكلفة الفعلية فعلا فعلا آه ولو حد محجوز ولو حد محجوز يعني مش علاج بأجر يعني لو حد محجوز يعني جوه داخل الأصر العيني مش هيدفع فلوس لأن ده من ضمن إلا بقى مثلا لو عوزنا نشتري له هي الإبرة بتاعت العينات دي لأن كل الإبرة دي طبعا يعني مكلفة شوية ساعات إحنا بنشارك حتى كمان العينين في التكلفة يعني بيبقى فيه ناس طبعا لهم أهل الخير أنتو جبتوه في الأصر العيني بقى لكم كم سنة إحنا كان عندنا جهاز قديم اللي هو بيشوف رؤية 360 درجة ولكن ما بياخدش عينات الجهاز ده كان عندنا مثلا من حوالي 8 سنين أو 9 سنين الجديد ده لا هو الأقدم هو جديد بس هو الجنريشن الأقدم الجديد الجديد ده بقى له عندنا من السنة اللي فاتت بقى له عندنا من السنة اللي فاتت تمام إنما كان عندنا التاني ده شغال فكنا بنقدر نعمل حالات بس ما نقدرش نعمل لها عينات الجهاز الجديد بياخد عينات فده أحدث تقنية ده موجود عندنا من السنة اللي فاتت وفيه بعض المراكز كانت سابقانا شوية في مجايب المنظر ده كانت جايباة مسلا بقى لها برضو سنة أو اثنين تانين قبل مننا بس دلوقتي الحمد لله بقى عندنا حتى كمان الجنريشن اللي هو أحدث من اللي موجود عندهم اللي هو فيه بقى الحاجات التقنيات التانية اللي أنا قلت لحضرتك عليها دي فطبعا دي بتديني قدرة عالية طبعا إحنا معنا طبعا مجموعة طبعا من يعني أسات زيتي طبعا اللي أنا بتعلم منهم أو زميلي اللي هم يعني بيشتغلوا معايا التيم طبعا بيشتغل مع بعض في الترابط لأن هو دي برضو عايزين نقول حاجة إن مشكلتنا إحنا في مصر إن الدكتور عايز ياخد العيان يعمله هو بنفسه كل حاجة مش عايز يبعت العيان لحد تاني أو يعمله أي حاجة تانية وده مش مظبوط قوي لأن كل لازم نبقى إحنا عارفين إن الفرق اللي بيشتغل بيلعب فيها لعيب لوحده فردي بتحسر لا يا دكتور أبدا ده الكلام ده مش مظبوط ده أنت لما بتروح عند دكتور روح بعضك معمل التحليل الفلاني وروح أعمل لي في الفلاني مش حاجة معلش بس كل معمل التحليل والأشياء ما بعتبروش والحياة تبقى معروفة لعملها دايرة إزاي لا أنا 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 مختلف مع حضرتك خلينا 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 نعمل إحنا بنوعي الناس صحية مش عايزين نضحك عليهم لا إحنا بنقول إن إحنا لازم يبقى فيه تيم وورك يعني إيه تيم وورك يعني لازم يبقى أنا عندي وعشان كده وعشان كده عشان كده أنا بقول لكم لازم يكون عندكم معلومات طبية علشان مش كل دكتور أكيد كويس ومش كل مزيع أكيد كويس يعني عشان ما يحدش يقول أنا أبويا شخصيا كان دكتور فمش أكيد مش غاوية غلط يعني لكن أنا بقول بس عشان إيه أنا لما بقى وعي أنا بجيب الدكتور لما بروح له العياد عشان أنا تعبانة من حاجة بجي الراجل بيقول لي ما تيجي تعادي مطرح أحسن ما تيجي أنت اللي تعالج أحسن قالوا لا فهمني ارسملي وريني طب عايز تعمل كده ليه لا ده حق حاملتك صح جدا عايز تعمل كده ليه وعايز تقول وعايز تقول بده وبنطالب كمان من زميلنا الأطباء إن هما يكون يعني عندهم القدر على تبسيط الأشياء للعيالي طبعا عشان يبقوا فهمين وعشان إنت لما ترجع تقول طب والله ده أنا مش أنت عملت له منزار قنوات مرارية وركبت له دعامة وفكيت البتاع إنت دلوقتي لما تشرح للعيان بتاعك إنت ليه بتبعت ويعمل منزار موجات صوتية وليك ما أنا عملت المنزار هعمل منزار تاني ليه لا لو إنت شرحت للعيان بتاعك هو هيعمل منزار موجات صوتية ليه علشان خاطر لو فيه تدخل جراحي نقدر إن إحنا نحل المشكلة الجزرية وقاس إنسفة مش كل ما يبعتك حتة بعتني أعمل ده ليه علشان ده هيديك نتائج إيه ولكن طبعا بطريقة مبسطة مش مطلوب إنه هما يبقوا عارفين مش هيذكر له طب يا دكتور مش هيذكر له طب لكن أكليس أنا بطلب من الجمهور إنه هو يبقى عنده ثقافة طبية عشان نفسك وعشان وعيك وعشان جيبك أنا برضو حريص إنه هو يبقى يعني دائما أبدا الطبيب هو سواء المنظومة يعني الطبيب المعالج هو ده السواء بتاع المنظومة هو ده اللي أنا بقى طالبه من خلال برنامج حضرتك إنه يكون الوعي بتاعه أكبر ليه؟ لأنه برضو عندنا مشكلة في مصر في قصة ثقافة الإنترنت إنه إحنا بنعتبر إن الحاجة اللي بتتقارى على الإنترنت هي شيء يقيني لا طبعا وده مش صحيح فيريت حضرتك وكل زملاء حضرتك اللي هما في الإعلام يعني يؤكدوا على إن المعلومة اللي أنت بتقراها على الإنترنت ربما تكون صحيحة وربما تكون غير صحيحة لأن أنت كمان ما أنتش عارف المعلومة دي موجهة لمن؟ يعني ربما المعلومة دي موجهة للتمريد ربما المعلومة دي كتبها واحد صحفي جمع شوية ماتيريالز ومش فاهم الموضوع بطريقة مزبوطة بالذات بالذات فيما يتعلق بالصحة والمرض يعني أنا دائما أبدا بقوا طالب أن العيان يسأل الطبيب المعالج أفضل من هو بس يعد يدور في الإنترنت لما يعرف الحالة بتاعته هي إيه؟ يبتد أنه يقرأ ويقرأ من أكتر من مصدر ومن أكتر من معلومة عشان يبقى عارف مش عايزين نخرج كتير قوي برا الحلقة بتاعتنا ولكن طبعا التوعية زي ما حضرتك طبعا نبهتي أكتر من مرة ده جزء مهم جدا وجزء لا يتجزأ من العمل الإعلامي تمام؟ فطبعا إحنا بنقول أن أنا دلوقتي يا جماعة في حاجة اسمها منظر موجات صوتية منظر موجات صوتية ده له قدرات تشخيصية عالية جدا أيضا له قدرات أن أنا أخذ عينات من الأنسجة عندي قدرات أن أنا أقدر أن أنا أعالج علاج لمسلا حالات معينة دون أن أنا أعمل تدخل جراحي أن هي متوفرة في العديد من المراكز الكبيرة والأماكن اللي هي الجامعية والمعاهد اللي هي فيها تخصصات الجهاز الأضمي أني ربما أن هذه المناظير بتساعد في أن هي تضع العلاج المناسب في التوقيت المناسب للكتير جدا 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 من الحالات اللي ربما أني يعني بيضيع عليها وقت كتير في فحوصات وتدخلات لا طائل من وراها عايزين طبعا نوجه رسالة أن إحنا عايزين نزود الوعي بتاعتها عايزين عدد الدكاترة اللي بيتعلموا هذه التقنية يزيدوا عشان يقدر أن يبقى فيه استخدام لهذه التقنية في كل المراكز بتاعتنا وطبعا في نهاية الحلقة طبعا بنتمنى يعني أن شفاء لكل الأسادة المشاهدين بنتمنى لهم وعي صحي سليم بنتمنى لهم أن هم يعني يشفوا من أي مشكلة تكون بتواجههم ويعني بنقدم لهم دائما كل أمنياتنا طبعا بصحة وبسعادة جيدة إن شاء الله احنا مشكورك يا دكتور قوي على وجودك معنا ومشي على المعلومات القائمة اللي احنا عرفناها منك النهاردة دي حاجة مهمة جدا بشكرك جدا جدا وبشكر جمهورنا لتابع الحلقة النهاردة وأتمنى الحلقة النهاردة تكون أفادتكم وإن هي هتكون وعيدكم شوية حاجات معينة جديدة نسأل فيها نقرأ فيها نشوف إيه استخداماتها كل الحاجات دي احنا بس بنخبط على الباب وبنفتحوا عشان تبتدوا تعرفوا الحاجات دي بشكركم وإلى اللقاء غدا وفي نفس المعادي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة